حشد حماس لما يسمى بالتظاهر ضد مصر باعتبار أن مصر هي التي تفرض الحصار خرج عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين باتجاه الحدود المشتركة مع إسرائيل لو كان عندكم لو مش على معبر رعاة طول الشريط الحدودي الاتفاق العار الذي وقعه خالد مشعل هون برعاية محمد مرسي كان ينص أيضا على وجود منطقة عزلة عمقاء عرضها 66 متر ممنوع فيها التواجد لو حضرتكم عندكم الصور هتلاقوا أن قوات حماس موجودة مدججة بالسلاح على الحدود المصرية بينما على الجانب الإسرائيلي يعني في الحدود المشتركة مع إسرائيل بالهروات فقط ومنعت المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي المشترك مع إسرائيل مواطنين فلسطينيين رأوا ببصيرة نافذة أن من يعاقب قطاع غزة هو إسرائيل وليست مصر بدليل أنه أمس فقط أمس فقط أدخلت شاحنات للوقود لمحطة الكهرباء من معبر كرم أبو سالم الذي يربط الحدود بين مصر وبين الجانب الفلسطيني وبالتالي حماس باعتبارها جزءا وده كلامهم هم ليس كلامنا عبر ميساق حركة حماس الذي يقول في بنده الثاني أن حركة حماس هي فرع من فروع الإخوان المسلمين انحازت بالكامل بالكلية في معركة ضد مصر سأذكر بأمثلة سريعة جدا منذ أن سقط محمد مرسي بعد حسني مبارك سيّرت حماس مظاهرات عسكرية مسيرات عسكرية ترفع صور محمد مرسي وشارة ربعة تحت سمع وبصر القوات الإسرائيلية وخرجت كل الخطباء من حماس ينددوا بصورة الشعب المصري وضد الجيش المصري وقيل ما قيل في الجيش المصري والشعب المصري في ذلك الوقت ومع ذلك تغاضط مصر عن هذه المسألة